إخواني أخواتي الله سبحانه وتعالى جعل حد طبيعي طبيعي في جسم الرجل والمرأة الولد إذا بلغ 15 سنة الله سبحانه وتعالى يبين علامة أنه جهازه التناسلي أصبح جاهز بالعمل معمل هذا المعمل كمل كل استعدادته ينبغي أن يشغل هذا المعمل بطريقة شرعية شنو الدليل على ذلك الاحتلام احتلام الليلة شنو معناته شنو معناته الآن مساكين الشباب القاعدين يحتلمون لازم يتزوج هذا الأب اللي ما يزوج ابنه وهو يحتلم معناته أب ظالم ظالم لازم يتحمل مسؤولية أمام الله تعالى هاي واحدة البنت كذلك البنت أولاً سن الزواج للبنت قبل ولد إذا أكملت التسع سنوات إذا العقلية العقلية الغربية ما تتحمل لا تحمل إحنا مغربيين إحنا إسلام قل لكم تدرون رسول الله يا جماعة سنة وشيعة علي بن أبي طالب يومي لتزوج فاطمة الزهراء ايش كبرها فاطمة الزهراء جاوبوني تسع سنوات تسع وكملت كملت التسع دخلت العاشرة تزوجها رسول الله نفسه لما تزوج عائشة ها لما دخل بها مؤقل سن العقد العقد تزوجها وهي بالست سنوات ست سنوات يومي لدخل بها لأول مرة عمرها جدتها تسع كملت التسع هذا سن الزواج في البنات هذا سن الزواج في الأولاد ولذلك ينبغي هذه العادات الغربية عادات جاهلية عادات الكفار عادات المعاصين لأمر الله ولرسول الله لازم احنا المسلمين نتركها نرجع للإسلام